أهلا وسهلا حبايبنا متابعين قناة على الهامش بالجزء 17 من أخطاء هندسية كارثية اللي ما بعرف السلسلة منحط صور ننتقدها نضحك عليها شوي وشكرا لتواصلكوا الجميل على الانستغرام والصور الجميل اللي بتبعثوها وشكرا كبير شكرا كثير على 60 ألف متابعة على تيك توك وأربعة ألاف على يوتيوب وصلوا عننا بيا جماعة وخلونا نبدأ الحمام المناسب بالمكان المناسب يعني بتقضي حاشتك على السريع وانت عم بتعزل المستودع ما بقدر أقولكو عن هالصورة غير انو محمد قلنها تصوير ايدو هاي يا معلم بس فاهمني شو قاعد بتصلح ما في اشي لازم يخرب طلوا جاب بطارية تبعت نوكا حطا عموبايل سامسونج وحطا لها قرش مشان يمشي حالها لما تروح الحلاق يوم الوقفة وهو مأزم وتقول له عم يحلق لي بنص دينار يعني يعني مع انك تلاقي حل وهو الواحد طالع على الدرج ما يطرقش راسه بالجسر بس مش لهالدرجة يعني هاذ مش حل هاي معلم شلوم تصلح بتحطها بالإيبوكسي وبتسويها تحفة فنية هذا الزلم اكيد متابعنا لهيش قرر يحط درج مشان تنطعن الباب يا حزرك وذا هذول بيلتقن شو بيصير لا تكبروش الموضوع هاي البرندة يا بتفوت عليها من هون يا بتفوت عليها من هون هو شوف في ديكورات وفي شبابيك بس شكلو ترتيبهم غلط شوي لا تكبروش الموضوع عامود وانكسر في ناس من فترة قالتلي ع هاي الحركة عادي بس دشوف وجهكو هاذ الحتي عادي يزل امشي اللي بلوكات ودفوش العامود شوي امانة عليك يلي سويتها الحركة هاي يعني ضميرك مرتاح بتنام انت طمني يلا كبروا الموضوع كالعادة الزلم يحط صب العامود ونسي يحط الخرسانة الزلم واثق بشرطان التربيط اكثر من اللازم كأنه هاي متعاهد ثاني ناس يحط خرسانة انت عبين ما تتعربة شو تطلع بتكون الشغلة اللي طالع مشانها طلعت مشي الحال تحدي جديد كيف تغلق الباب دون ان تقطع ايدك يا جماعة نسي نسي قديش تظن نقوله لكم نسي نسي السلم جوات الحدايد حبيبي ياسر كل الشكر اليك عالصور الحلوة اقيلي خطأ واحد بهالصورة واذكره بالتعليقات هه هذا الزلم جلطهم لاخواله نسينا الحبايب سؤال هذا الوضع طبيعي للايجار محل ثمانين بثمانين او بتقدر تقول عمل الباب ونسي يعمل المحل محل الايجار مجانا اذا قدرت تصلوا انت وزباينك اكيد هالجراف فاي التحدي مع الشباب انه بيقدر يوقف على اديه هون مش شايف خطأ رح يطلع البناء بس يخلص تحفة معمارية حقيقية سبقت مدينة بيزة بالميلان اللي مثبتها البناية هو عامود الكهرباء هاض ثلاث درجات وبينتهي المشوار لو ايجز علانين اذا بدال ما تلف كلها اللفة حطوا لك باب ذكروني بجوالات نوكيا كل ما ينزل واحد ارك كان يكون سعره اغلى يا جماعة بطل حدا يعطولها دخت وورثة يعني عقد ما بيصلنا صور علبة فانتا عاملة تجميل مشان صرت شبه الممثل المشهورة كوكوكولا هالصورة بعث لي اياها الشابين بنفس الوقت لهيج حطيت اسمهم الاثنين ديروا بالكم للنسوان يا شباب اذا تشعب الكندرا فات بدولا بثمن راقات ما بالك براسك شلوم ديفوت وهاي صورة للموسرجي مسبع الكارات بعد هالصورة شلون الدوريات تتعذرك اذا ضوك مكسور او اذا الفرام او البريك خربان استعمل رجلك سيارتك محطوط مطرحين بس لكاسات القهوة فهي الطريقة بصير عندك ست مطارح اذا تكلبشت سيارتك والمخالفة عالية فك الدولاب كلياته حط لسبير وظلك منطلق ولا شي يا شباب بس فرق صناعات يا شباب الدولاب بيفقع ببنشر بس مكسور من مطرح غلط حاسه صورة حصرية للبكم الاحمر وهو قعب بطق ظهره لوحات صورة وجهك مشان البلدية تعرفك وتبعث لك كتاب شكر على هالمساهم الجميلة بتصليح الطرقات وفر خمس دنانير اجرت بكم ولا ما وفر وفر صورة حصرية الاحمر مع بب بانطلون مش عارف شو اقول مخسلة ومقعدة والمي اللي بتطلعنا المخسلة بترجع بتستخدمها بعد ما تعمل ببيه قمة التكنولوجيا يعني مش عارف مش خطأ هذ يعني اسمه لزيك طبي لمعالجة الجروح وهذا الحيط مجروح وعالجه تحفة معمارية ولا ان عليها اي حتي ولا اي ملاحظة يعني عامود الكهرباء موجود موجود منستغله باعمال البناء ومنعمله اساس للدار شو ناسي شو ناسي يا متعهد اه ناسي تحط عامود للطابق الثالث ولا لفت انتباهي الا الاعلان اللي محطوط هناك بس ربع مقاعد بجانب بعض بلا حياة ما اختلفناش بس المقاعد الرابع شو لم ننفوت عليها ولا تبديدات الكهرباء لكن معقول ان اطل مي بالكهرباء جانب بعضهم البعض يلا حركة جميلة مشا ما تروحش الاشارة ضبيت السلم يا شباب لا ولا انسيناه بالورشة وشو نسوه اشياء دمرت طفولتك الجزء الخامس انو اخونا ابو عمر كهربجي حبي علمنا احدث طريقة للتمديدات معاليم البلاط بس يغلع علينا الخشب وغرف النوم هاي كم نعمل الله يعين الناس لفت خبز استحثت هالفلاشة منظرها حلو كثير ولا كانت صيدلية وصارت بنشر وما ارضيوش يششلوا اللافتة مفيش خطأ مدمنين لالعابه البلايستيشن هاي مرحاض قدام الشاشة روعة شغل بير المي براس قلاب خربان قديم والله يعني قمة الابداع واستغلال امثل لما تكون السيارة صيني والبسكليات مارسيدس ياباني اكيد هالسا في ناس تتقعد تقولي انو المارسيدس الماني ولا عاد حدا يقولي انو الصور اللي بتنزل فوتوشوب طلو تصوير يدي الخطأ بهالصورة انو لازم يكون في ورا المجلر خام عشر صانتي ما بصيرش المجلر يلزق بالحيط لا الحنفية عادي وضعها امورها تمام بس يخلص هالدرج بتعرف معنات اغنية وانتهى المشوار عادي لافتة وموجودة بس مرتشة بغلط حطيتو ثلاث مراحيض مع بعض ماشي بس لو وجهتونا ع بعض مشان نارف انسولف ما انظر المرة بس جوزها يقولولها حلي عني انتي الثانية وبس تسمع شلمة الثانية الثانية قلتلي مو تابعين كرة القدم قلولي شو هاي لو شو تستخدموا لو اشيات حاطينها والله عراسي اخوي مسعود واللي بخليني استمر رسائلك الحلوة ورسائل الشباب والتعليقات الجميلة والصور اللي تبعثوها والشباب اللي بظلهم موجودين على اللايف من لما افتح له حتى اسكر انتو على راسي من فوق يا شباب طبعا يا شباب لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا الجرس لايك للمقطع ورأيكم بالتعليقات واي حدا بحب يبعثلي صورة يرسلني على الانستجرام واحلى شباب وبس سلام حبايبنا لا تنسوا تشتركوا بالقناة وترنوا الجرس ترجمة نانسي قنقر